السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعليقا على ما أثيرت حول فتوى الدكتور علي جمعة في الآونة الأخيرة في برنامج بيعرض للدكتور علي جمعة على إحدى القنوات وهسيب لحضراتكم الرابط بيلتقي بعدد من الشباب وعدد من الفتيات وبيتلقى عدد من الأسئلة وبيجيب عليها باعتبار أن الرجل مفتي الديار المصرية الأسبق صاحب علم فالسؤال الأول باختصار عشان ما طولش على حضراتكم هل الجنة يدخلها غير المسلمين فطبعا الإجابة المعروفة والمعهودة إن أكازيون الجنة للجميع أنا بس عاوز أقول للدكتور علي جمعة ولكل المتابعين هل هذا السؤال لو سئل لعالم دين بوزي بوزي قيل له هل غير البوذيين يعني أي إنسان كافر بالديانة البوذية هيخش الجنة وشوف الرد هيكون رده لا يمكن أي حد مخالف للديانة البوذية يدخل الجنة لأن اعتقاده إن هو صاحب الاعتقاد الصحيح إن هو المؤمن الوحيد على ظهر الأرض كذلك اللي بيعبد البقرة ده برضو لو سألناه هيقول لك لا يمكن أي حد غير مؤمن بالديانة الهندوسية يدخل الجنة لأن مفهوم الجنة عنده مختلف مفهوم الجنة مرتبط بالإيمان متى تحقق الإيمان كانت الجنة استدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون يبقى أهل الإيمان واليهود والنصارى والصابئين كل دول هيدخلوا الجنة لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وهنا فيه يعني خطأ ما كانش ينفع عند الدكتورة علي جمعة وهو من هو إن يؤع فيه قوله تبارك تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر الأمم السابقة الأمم السابقة أي أمة آمنت بنبيها يعني آمنت بالله وآمنت بنبيها وآمنت بالكتب السماوية وبالأنبياء السابقين فهم من أهل الجنة لكن نيجي الوقت الحاضر ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني يا دكتورة علي جمعة أي مسلم أي مسلم مش أقول لك أي حد تاني أي مسلم آمن بالله وآمن بالكتب وآمن بالملائكة ولم يؤمن بموسى فهو خارج عن ملة الإسلام ليه لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مرتبط بالإيمان بالملائكة مرتبط بالإيمان بالكتب مرتبط بالإيمان بجميع الرسل يبقى حضرتك تيجي النهاردة وتقول لي إن أي إنسان غير مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة طب إزاي زكت أنا أنا كمسلم لو سئل اليهودي هل المسلم من أهل الجنة هيقول لك لا ليه لا لأنه مختلف معايا في العقيدة أنا عقبتي على شيء وإيماني شيء وهو إيمانه شيء تاني خالص وإلا كان زمننا كلنا على ديانة وحدة أو على عقيدة أو على ملة وحدة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن برضو ودكتور علي إن الدين عند الله الإسلام يبقى إزاي أنا أقول لأولادي إن أي حد كذب نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو معي في الجنة أو أنا معاه في الجنة إزاي اليهودي يقنع أولاده إن المسلم والمسيحي معاه في الجنة إزاي وأنا مخالف له في العقيدة مش متفق معاه في العقيدة إزاي أقول لأولادي إن البوذي والهندوسي طالما نؤمن بالله أي أنهي إله الله عنده مفهوم الله اللي هو إيه يعني مفهوم الله عند البوذي إيه هو مفهوم الله عند اليهود إيه هو مفهوم الله عند المسلم والمسيحي إيه هو هنا ده بداية الاختلاف لو كان الإيمان واحد لكنا جميعا في مكان واحد ولكن الإيمان مختلف يا دكتور هذا السؤال لو سئل إياه طويلب علم صغير ولم يستطع الرد سيسكت ويقول لا أدري لكن مفت الديار المصري الأسبق يفدي بأن الجميع في الجنة إزاي ده كده هدم لعقيدة الإسلام هدم لثوابت الإسلام أنا تربيت أن المسلم أو أن الجنة لمن آمن بالله بس أنا كمسلم الجنة لمن آمن بالله والملائكة والكتب وجميع الرسل لا يدخل الجنة مسلم كفر بموسى أو بعيسى لا يدخل الجنة مسلم كفر بالملائك لا يدخل الجنة مسلم كفر بالإنجيل أو كفر بالتوراة لا يمكن أن يدخل الجنة وهو مسلم لا يمكن أما نحن في عهد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه كان بيحارب المرتدين الذين منعوا الزكاة لأنهم فرقوا بين الزكاة وبين الصلاة وقالوا أن الزكاة ليست لسنا مرغمين بدفعها لخليفة المسلمين إزاي؟ إزاي يعني؟ أنا أفهم أولادي إيه؟ إيه الاعتقاد بقى لنا المفروض أقول الأولاد إن نحن كلنا على اعتقاد واحد صحيح البودي هيدخل الجنة واليهودي هيدخل الجنة والمسلم هيدخل الجنة والمسيحي هيدخل الجنة والهندوسي هيدخل الجنة طيب إزاي؟ زكاة ده أصلا عند اليهودي خطأ؟ زكاة ده أصلا عند البودي خطأ؟ زكاة ده أصلا عند الهندوسي خطأ؟ هم لا يؤمنون بهذه الأديان فكلنا جميعا عندهم في النار لأننا مخالف لوف العقيدة وإزاي يا دكتور علي؟ يعني عندك جرأة أن تقول بأن الذي لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة طيب الأمم السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون منهم إن شاء الله من أهل الجنة لكن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إزاي يبقى من أهل الجنة؟ إزاي؟ دي واحدة التانية الصحبة بين الرجال وبين النساء إذا خرج منها العفاف فهي علاقة صحيحة إزاي؟ علاقة بين رجل وبين امرأة تبقى صحيحة؟ يتقابله ويخرجه ويروحه ويرجعه ويتفسحه طرامة العلاقة مفيش فيها أي شيء أنا آسف في اللفظ لا قبلة ولا احتضان ولا أي شيء علاقة صحيحة؟ هو الإسلام بيقول كده؟ هو ده الدين الكيوت؟ والله الذي لا إله غيره أنت شوهت صورة الإسلام الإسلام جميل بس مش بالشكل ده الإسلام سامح بس مش بالشكل ده الإسلام وضع ضوابط للتعامل بين الرجال وبين النساء إن المرأة تحترم ويتم التعامل معها باحترام في حدود الضوابط الشرعية المرأة تتعامل مع الرجل في حدود الضوابط الشرعية السؤال الإجابة في عمل بيتكلم مع بعض في العمل غير كده لا يعني النهاردة تبقى بنتي في البيت ويجي لها اتصال من صاحبها انزلي عشان نروح نجيب كذا مع بعض انزلي عشان نتمشى أقول لبنتي طرامة يا بنتي خد بالك أهم حاجة ما يكونش في قبلة ولا يكون في أي حاجة كده ولا كده أهم حاجة تبقى العلاقة فيها عفاف يا دكتور اتق الله في الفتو اتق الله كل الفتوة دي بتهدم في المعتقد الصحيح عند المسلمين عن رب ولادنا نقول لهم ايه تبزكتي لو اتصل بها واحد زمين لها في العمل ولا نزلي عشان نتكلم مع بعض ولا نتمشي أقول لها ايه أقول لها ايه أقول لها ان العلاقة بين الرجل ومن المرأة عادية جدا طرامة فيها عفاف هل هذا الكلام يفتي به جاهل فضلا عن عالم نسأل الله العفية ونسأل الله السلام بالله عليكم لا تأخذوا من هذه الفتاوة ولا من هذه الاقوال كل هذه الفتاوة وكل هذه الاقوال مخالفة تماما لشراء الله